رجعنا الأمريض لكما أعزائي المستمعين وما زلان وصلين معكم في اليوم حلقة الدين اليوم مع الدكتورة لميق العزيزيTechB gta خصية في أمراض الغداد والسكري و اليوم غنتكلم مع السكري عند الأطفال صبح النور عليك صبح النور مضام عائشة صبح النور مستمعي كبغاد جول صبح النور عليك دكتورا اليوم غنتكلم معك على السكري عند الأطفال وهو مع الأسف مرض شائع عند الوليدات خصصا الي صغار نحرفه بعدها ما هو مرض السكري وخصوصاً اللي يجعل الوليدات بالنسبة للمرض السكري وحدة اللي كيحصل نافش كيكون عندنا ارتفاع في مساوى السكر في الدم بحيث الجسم ما كيبقاش يفرز بكمية كافية لانسولين أو لا كيتفرز ولكن ما كيخدمش مزيان بحيث هذه معدلة السكري في الدم ما كتتضبطش كتوقع طلعا في الدم وكتعطينا مرض السكري سكري نعم كينا الوليدات اللي كيكون يعني يعني ما نقولش كيتخلقوا به ولكن كيكون عندهم يعني ما كين شو ح السبب معي اللي يسبب لهم وكين اللي كين عوامل اللي غين تكلموا له هيك دكتورة فعلا بالنسبة لمرض السكري عند الأطفال هو مرض شائع من بين الأمراض اللي عندها علاقة أمراض الغداد اللي كتكون أكتر شيوع عند الأطفال بالنسبة لأطفال كيلي كيجي عندهم واحد اللاج مثلا ما بين 4-5 سنوات هدا هو اللي كي يعرف أكتر فترة في العمر ديالهم في تيجي سكر أولا عندها البولوغ دونك ما بين 4-5 سنوات أولا ابتداء من 11-13 سنة هدو هما اللي بيغيو دادوا كين واحد العوامل اللي تخليوا أطفال يجيهم سكر وأطفال أخرى بحل إلا كان هالطفال عندهم تاريخ عائلي الوراثة ديال مرض السكري كوستسوى النوع الأول ولا النوع الثاني الأطفال اللي عندهم زيادة في الوزن الأطفال اللي كانوا لأمهات ديالهم عندهم سكري الحمل أولا عندهم شيء أمراض كتخليهم يكون عندهم مقاومة الأنسولين دونك هدو تقريبا هما عوامل الخطر اللي كيخليوا الأطفال أكتر عرضة إنهم يجيهم مرض السكري نعم يعني أطفال كيكون عندهم النوع الأول اللي أكتر ولا للنوع الثاني ولا على حسابه ذاكا من الأنواع ديال السكر اللي أكتر شيء عند أطفال هو النوع الأول الأول تقريبا هدو أكتر من 80% هاتش ما تيعنيش أنواع السكر وحدة أخرى ممكن ما تجيهمش دابا كين نوع السكر تاني ولا كيظهر منه عند الأطفال بكترة بحيث السكر النوع تاني كين كينتزمج حال هذي سكري الباليغين ما حت كيجي لنس كبارين دابا لولا كيجي حتى عند الأطفال سيغتو اللي عندهم زيادة في الوزن وعندهم سكر النوع التاني بكترة في العائلة ديالهم هدو كيكون تيقدو يجيهم حتى السكر النوع التاني كين أنواع ديال السكري اللي أقل انتشارا عندهم علاقة بالجينات أو لديابات مودي ميتو كونت غيالاتهم هدو قلالين بزاف على أين السكري عند الأطفال سيغتو أنه الأول بنسبة كبيرة وبنسبة أقل سكر النوع التاني شنو الفرق ممكن تكلمو على السكري من نوع الأول وعلى السكري من نوع التاني غلوق الفرق أول حاجة في الفيزيو باتولوجي أو لكيفاش يظهرنا هدو السكر هذا بنسبة السكر النوع الأول غالبا تكون مشكل من المناعة المناعة كيوقع فيها خالل وكتهجمنا واحد الخلايا خلايا كتسمده لانجرهانس اللي كينا في البنكرياس اللي هو العود المسؤولة لإفراز لانسولين بحيث هدو الخلايا كتقتلها وما تتخليش فرز لانسولين ما تتخليش تدير الدور ديالها ديكو كتعطينا السكر نوع الأول والانسولين تيب خاصة تتعطى خارجيا دونك هدو كي دور الانجرهانسولين أولا كتسمى لديابات انسولينو ديبوندو أولا السكري اللي كتعرج بالانسولين هذا بنسبة للطريقة كيفاش تجينا السكر بالنسبة للسكر نوع التاني كيكون عوامل مثلا السمنة إنسان ما تتحركش كتخلي ذاك الخلايا تتخدم أقل إما تتفرز لانسولين بكمية غير كافية أو كتخلي ذاك لانسولين رهكاين موجود ولكن ما كيختمش طريقة فعالة دونك هذا الاختلاف الأول الاختلاف الثاني من الحيث أعرض غالبا النوع الأول تجيب بوحد طريقة اللي هي أغريسيف تيبان طريقة مثلا نحفظ كومة السكر تدوز غياف البولة وكيأتينا الأسيتون فقد الوزن بسرعة بينما السكر النوع الثاني تبدأ تدريجيا يعني يالله كي بدي تبول بكاترة العطش شديد يقدر محتضر بيلان يعني ما يقدرش يكون بين فيه مرة الاختلاف الثالث هو طريقة الإلاج بحيث أن السكر النوع الأول كما قلنا يحتاج لانسولين مدى الحياة النوع الثاني يقدر يحتاج رياضة الرجيم ودواء يعني عن طريق زيما ماشي ماشي أنسولين ماشي أنسولين مغير مثلا باستيات أو بعض الأدوية وسكر النوع الثاني كي سهلنا التحكم فيه على الأول للأسف صحة يعني في حالي قلت النوع الثاني كي يكون ساب أنا مثلا طفل يعني رياضة الأكل اللي ماشي صحي مثلا من السكرية يسبب له السكر عكس الأول يكون جيني لبغينا نقول إيك دكتورة يكون سيختب مناء المناعة ويحتاج لانسولين ويطريقة التعامل لتصور النفون دي العميين تستهيل ويطريقة يدير الانسولين سيبا إفيدان بالنسبة للطفل المسكين وحتى بالنسبة للواليدين نعم مواضح دكتورة إذا بغننا نتكلم على الأعراض وش هي نيطة عند الأطفل وخصا تنوع الأول والثاني أو لك تختلف الأعراض بالنسبة للأعراض مرض السكري عند الأطفال تقريبا هي نفسها الأعراض اللي عند البالغين يعني 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 بحل فقدان الوازن تعرق شديد تبول بكثرة كي جيه العطش بززاف تقدر جيه الدخا إنما بعض الأعراض بحديان أخرين هدو تبوليهم بحل مثلا الطفل صغارين تلت سنين لتحت يبدأ عنده سرعة التنفس وحد رائحة في الفم اللي غريبة شوية يقدر يبدأ يتقي يبدأ ينشف الاجتفاف أو لدي الغتاشون يجي شيء ألم في البطن أو لحتى مشاكي في البولة ديالو هنا الناس تيقدوا يكون فون ديالو مع شي حاجة واحد آخر الغد الأعراض هادو دائما نفكره في مرض السكري ولو ما يكون عندهم السكر في العائلة ولا ما يكون شيء عنده هذا دائما نفكر أن نفكر تحليل السكر لكي نحفظ مضاعفات أبقص الأعراض العاديين السكر بحل وبحل البالغ نعم هاد الأعراض التكلمنا اليوم قلنا اللي من ثلث سنين التح فخص من ثلث سيقت ساحت كي يكون مازال ما تيهضرش ما زال لهذا يعني ما تيهضر ما شيبحل كثير تيهضر يقول لك ماما جاني عطش بزاف ماما جاني ببي إي تو هادو الأعراض تقدر تلفون الانتباه الوالدين بخانت نوريسان أو العراض دائما غادش يهضر دونك مني نشوف واحد شرع عديل التنفس بيبي ما شو هادا سخانة الماء كي بغي ولي نعس بزاف ديما ضايق ديما مسهوت دونك هنا نتاب ولا بدين نشوف الشفاف على مستوى الشفاتين إي تو هنا نتبه نشوف السكر وش ما كان واضح واضح دكتورة التشخيص هنا نفس طريقة ديال تشخيص عمد الباليغين تشخيص كان عملوا تحاليل مخبارية تحاليل البول تحاليل ديال التم ونقض ندرو حتى التحاليل باش نعرفوا إنه نوع ديال السكر سيقضوا تحاليل ديال مضادات الأجسام إلا شكينا في النوع ديال السكر الأطفال في النوع نعم كيف كتقدروا تحددوا دكتورة النوعين كيف كتعرفوا فعلا هذا عنده النوع الأول أو النوع الثاني هو غالبا جس كال طريقة مفاجئة والبابي كان عصف في المستشفى ودرنا السكر ديال الدم يعني أعراض كبيرة أعراض كبيرة هذا وحتاجنا لانسولين ووالا لانسولين إيتو غالبا ما كحتاجوش بشينا نعمل دك مضادات الأجسام بخاند لكال لانفون في دا كلاج ديال تسع سنين عشر سنين عنده شوية ديال زيادة في الوازن تيقونا في العائلة ديال وكاللقوا الجداء والعم أولاد عندهم سكر نوع ثاني واننا نحتاجو الجرعاس للانسولين هنا كنديرو دك تحاليل يعني كلينيك ما رحنا تنشوف ومضادات ومبعد كنديرو تحاليل مخبري كما قلت لك تنشوف مضادات الأجسام باش كنعرفو واش نوع الأول ولا نوع ثاني قليل في انتحتاجو نديرو هنا التحاليل نصلو تلعى الدرجة واضح كنسمعو أن الوليدات اللي كيكون عندهم سكر من نوع الثاني ممكن يتعلجو أو يعني ممكن ميكونش معاهم سكر مزمن أو دائم بخونت خلي عندهم من نوع الأول واش فعلا دكتورة بالنسبة لمرض سكري لأسف كما كان نوع ديالس والأول أو الثاني كيبقى مرض مزمن اللي كيختلف هو طريقة ديالتحكم فيه نوع تاني تجي نسهل من نوع الأول أنواع السكري الأخرى اللي كتكون سكري تانوي المرض معين هذا إلا مشا داك المرض أو لدك الدواء اللي سببنا السكر هنا كنت تعالجو منه نهائيا مينفو الو ديالبيت اللي انستالي ما الغزمان لا الهدف أنا ماشي تنقلو كنعالجو السكر الهدف هو نضبطه تنضبطه مستوية السكر تفادين للمضاعفات كيفاش نضبطه أول حاجة بالأكل الصحي بمارسة الرياضة وأخذ دواء المناسب كو ستسوى لنسولين أو لدواء العادي يعني سوى النوع الأول أو النوع الثاني نعم واضح هنا كيفاش يتعاملوا مع الوليدات ديال مدوطور أول حاجة كتكون خاصة مصاحبة الطبيب اختصاص ديال السكر كي شرح الوالدين ديالو أولا شنو السكر نوع ديالو كيفاش شنو ما لزو بجيكتيف كليسيميك أو شحال عبارة سكر عن الطفل شنو يياكل شنو ما يياكل وغالبا هنا الماكلات تكون شوية في الأكل حواجة اللي كترو منها ما كترف عن مش مساوية السكر في حالة مهبطلوا السكر شنو خصنا نديرو إذا طلعوا السكر شنو خصنا نديرو هاتشي كامل تكون واحد للجلسة كتما لتربية العلاجية ديال مرض السكر مع الوالدين بنسبة الطفل تنقدو حتى وندخلو في الجلسة هذي على حساب السين ديالو على حساب درجة الوعي دونك تبقى الوالدين دايما تشرفو على العبارة السكر على طريق على الإنجكسي ديال الإنسولين بيان سور دائما على استشارة ديال الطبيب والنفون الطفل محددو تكبر تنم دون اطيو شو يشتقى ونورف كيفش هو يدرب الإنسولين كيفش يتعامل مع هبوط سكر ما هذا سيخت فلاش سكولير اللي يكون في الإيكول إيطو وبين سيخت المحتل الفاغمير ديال المدراسة اللي تيكون فيها الموحيط ديالو حتى ممكن تنشوف تصحاب لأنه يقدر ممكن كيل أبو تحلو السكر إيطو دونك هذي خاصة تكون واحدة وعية ديال هاد الموحيط كامل ديال الطفل وفي غاميزو الطفل تيكبر فاد تيولي هو المدسان دو المام يعني كيولي تب تب يبدل نفسه لأنه يكون عيش مأهسينين تيولي عرف المكلات اللي تطلع للسكر فق الشي يطلو فق الشي اللي غير مجهود بداني شنو هاخ سو يدير شح الجر عدل الانسولين دونك سي اللي كنهضرو إليها خاصة تكون فيها بزاف دي المضامين أول حاجة كيف نستعمل لانسولين حتي لما استعمل لانسولين مزيان طريقة صحيحة طريقة صحيحة أو لجوار المناسبة اللي يحفظ يقع المضاعفات أول حاجة نقول لهم يكون في واحد درجة الحرارة مناسبة إلا كنا مصافرين يكون مضاعفات إلا طلعت لهم سخانة أو طفل رفض إيا كل هاش نخصني ندير يعني بحل مثلا لانسولين سريعة إلا كان الطفل مغادشية كل سيب على نعطي هالو سنو عرض خطر هو بتسكر لانسولين البطيئة ما خصتش نقطعوها كيف نتعمل مثلا غي عمل الحصة دير رياضة لانفون اللي تكون فيها شويش ديال مثلا فاكهة أو مثلا سكرية معقدة لكي مده بتاقة خلال ممارسة داك الحصة الرياضية مع أهمية المراقبة ديال السكر كل نصف ساعة لحسب شحل المدة الزمنية ديال الحصة الرياضية نعم دونك هاتشي كامل تنقشوه مع الوالدين والطفل بانسو على حسب بلاش دياله ومدى الاستيعاب دياله نعم واضح إلا بغن نتكلم دكتور على الأعراض ديالهبوط السكر والسكر دالع شنوما الأعراض نفسهم دياله هما هما دياليزادف نعم نعودوا نفكروا فيهم هبوط السكر على أغفش يبدأ الطفل تيوي اللي صفر بال تيحس بالطوخة وصفية تيخ صغير يقلس ولا يجي يبغي ناس تيبدي الترعاد كتجي هدبابة على عيني مخصوم شو وصلت لهاد المرحلة ناس مخصوم شو وصلت لهاد المرحلة مكين على حسب أقدمي ديالسكر كالي تهبط السكر بلا متيجول الأعراض هنا فين كين الخطر أكتر ما زال نجي سنفش يعطينا هد الأعراض بحالي تي نبهني ممكين ولا تيخصين ندير غي سكر سريع ساعة باش نطلع لهاد السكر ديال عراض ديال طلعت السكر هي واحد الأعياء شديد ماشي جاي اللي طوالت كيت بول بكترة ألم في البطن تقي هنا تنقل أول أهوات يقول لك ممارة أنا ماشي مزيان أنا ماشي وهدك تحفر راسو ماشي ماشي وهدك هنا يتنقبر السكر باش السكر في النهار يعني على الأقل ربعة حتى لصد المرات في اليوم هنا كينين بعض طرق حديثة اللي كنستعملوها باش ماشي كل مرة يبقى لانفون أجي أرا سبعا كنديلك هذا كينين ديب باتش أو لفريستايل كنركبهم لأطفال باش يبقى مراقبة ديال السكر في التليفون وفوحد لبغي هذا بلا من ديرو هذا كيسهلنا بثاف أننا كيفاش نقوم نرقب السكر حتى الوالدين تتمنون في المدرسات يبقوا يشوف مستويات السكر ديال هم يطلع أو يهبط يبقى مطمني حتى طريقة للعلاج كين دبما يدخط الأنسولين أو البوم بأنسولين وهذا نصحو بهم السف عند الأطفال لأن ضبط مستوي السكر عند الأطفال من أصعب المراحل حيث يكون مخربق بزاف يعني يقدر في الصباح يحتاج لدوز الأنسولين في العشي وفي الليل أو الثاني دوز مختلفة هذو كلي بومبة الأنسولين وحنا نرقلوهم بش يبقى يتبع المستوي السكر الدم إلا تزيد في الأنسولين يعونونا بزاف عند الأطفال نعم الجرحة هنا دكتورة تختلف من طفل إلى آخر لحسب السن لحسب الوزن ولحسب البلوغ حيث منك يحتاج أو ثاني السكر تخل بقف لدول سنصديق أو ثاني موضوع آخر صعيب جدا هذ العوامل كاملة كما قوت الوزن وش العب الرياضة لا لحسب شنو الغوبة ديالو شنو فيها دوك بزاف دل العوامل تختلف لك تخلينا الجرعة ما كيبقوش فيكس كي يختلف على حسب هذ المعطاية هذو نعم محتم الشخص يعني يختلف الجرعة ديالو من مرة لتانية مش غير من الشخص الاخر واضح دكتور الوقاية كين الطرق الوقاية دكتورة يعني تكلمنا على العلاج تكلمنا على كل شي الوقاية للأسف ما كنش واحد المعطاية حالية لدابة يقول لك عن ديرو هذي وهاذي غادي ما يجن سكر هذا موضوع دراسات حالية كي طور طرق ديال وقاية من خلال تعرف على الأسباب المباشرة ديال المرض السكري مثلا كي بحتوف وحد الأنواع ديال الفيروس وش هي فعلا مسببات وكيف ممكن لنهذا واش كان بعض أنواع في الجينات يعني كيطوروا جينات بحل اللي كنديرو أندي بيستاج للأطفال اللي سيخت عندهم هذا تاريخ عائلي في السكر واش عندهما الجينات واشنو هما الطرق باش ميجيهم ش السكر أو على الأقل نأخروا الظهور ديال ميدابة ببور الانستان للأسف ما مكاينش مي إلا كان عنا زيادة في الوزنة أو لطرق غير صحية في الأقل سيخت عند الأطفال كما قلنا في 9 سنين الفوق أو 10 سنين هنا ممكن تفادوا سكر سيخت النوع الثاني يعني من بللطفل يليس من زيادة في الوزن لا تم تخدم عشوال رياضات تنتبو العدد الصحية ديال لتفادوا أنه يجي في سكر سيخت الليبوغليسيمي هم بللطفل أو طلوع سكر كانت فدوهم من خلال ضبط المناسبة ديالتوا كيف نتعاملوا مع الرياضة والسكر باش مجينيش لبوغليسيمي هاتش ما شتي يعني أنني وخلت هاتش ربع من نغير يجيني لبوغليسيمي أي مريض سكر يس وكبير وكبير يقول لك نعرف شنو يعني الإصابة دل الأحصاب دل الجسم مثلاً على نغو بأتي ديابيتيك يقدر يجي الإصابة دل الكيلي أو الكلاوي دياله وتصابه بسكر هادو من أهم المضاعفات عند الأطفال هما كيجيهم بدرجة أقل مضاعفات دل تصل القلب والشاريين ولدوك المضاعفة الكبيرة لعن الناس الباليغين تجيهم أقل غاغموا ناديري الحدود ولكن على العموم يعني إلا ما كانش روحة السكر مضبوط يعني إلا ما كانش الوليدين فعلاً يعني مركزين مع وليداتهم في هذا المشكل ممكن لقدر الله يوقع لهم شي مضاعفات هما في غيناء عنهم حاجة وحدة بريت نضيفها بما أن النوع الأول هو الأكثر انتشاراً للأطفال ديماً نفكره هذا نبحثوه على أمراض مناعتية مصاحبة حتى فشكي جينا سكرنا والأول اللي قلنا عنده علاقة بالمناعة مناعة للأسف متتهاجمش غي عضو واحد قدر تهاجم بزرد الأعضاء منهم الغضة الدرقية أو الغضة الكادرية اللي جاي فوق الكلاوي دونك خاصنا نديروا دي بيستاشة لد الأمراض هادو باش نشوفو واش كينغيس سكر بوحدته أو لا أمراض مناعتية أخرى يعني تصابت وخامل قوهم نيغاتيف تكلو والدين للسكر بعد عامين ثلاث سنين نعودو نرقبوهم واضح واضح تبارك الله لك دكتورة لمية العزيزي كنكون سعيدة دائما بتوجد ديلك معنا نحسي شكرا لك مرحبا أنا كدلك شكرا لك